السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة قناة سلوى الفهد النهاردة ان شاء الله رجعنا لكم فيديو جديد اتمنى ان هو يعجبكم ونردكم طبعا النهاردة حلويات هنقدم لكم تورتة الملفة بكل سهولة تورتة بس بالفيه تورتة عيد الام تورتة عيد الحب زي ما انتم عايزين هي طبعا هنعملها في مناسبات حلوة كتير قوي بسيطة وسهلة وغير مكلفة ومضمون نجاحها بطريقة سهلة جدا الافضل كمان ان انت لو حاب انت تعمليها في البيت اللي هي عجينة الملفة نفسها سهلة لو حابين نعملها في البيت لو حابة كمان ان انت تشتريها جاهزة ياريت تجيبيها من مكان او من محل يكون عنده استهلاك كتير او شيرة كتير يعني بحيث ان هي ما تكونش قاعدة في المحل فترة طويلة فبتعمل يعني ايه زي كم كما فانا بفضل ان انا اجيبها من عند بتوع المخبوزات اللي هم بيعملوا الفطير والملفية والحاجات دي تعان ان انا اجيبها من محل الحلواني نفسه اللي هي بتاع التورط لان هي ممكن تكون قاعدة عنده فترة فيفضل انت تكون جايباها من هي النوع اللي هي ايه بتكون معمولة اول بول مش مركونة عشان ريحة الكمكمة وفي نفس الوقت بتدي تعمل حلو جدا وهي طوزة اه طبعا من التورط السهلة الجميلة ايه غير مكلفة لو انت مبتدئة اه زي حالاتي يعني اه ممكن تجيبيها وتعملها بكل سهولة اه ان شاء الله كده هنبدأ في سلسلة تورط اه ان شاء الله نبقى نعمل تورط مع بعض اه اللي هو اللي هي بالكيك بس احنا بدأنا بالايه تورطة الملفية تورطة الملفية زي ما انتو شايفين اه هي سهلة جدا وغير يعني مفيش حاجة دلوقتي حاليا مش هادر اقول غير مكلفة مفيش غير مكلفة مفيش حاجة مش مكلفة لوقتي حقيقي اه ده طبعا العرض التوضيحي للتورطاية بتاعتنا الجميلة زي ما انتو شايفين اللون الاحمر اه احتل التورطاية كلها بس بصراحة مدي منظر جميل جدا اه هنا المكونات عبارة عن اه اه نصف كيلو اه فراولة زي ما انتو شايفين والكيوي اه وده الملفية بيبقى عبارة عن اه تلت طبقات زي ما انتو شايفين اه هنا بقى انا بحطه قدامي اللي هي الخامات اللي انا هستخدمها اه طبعا التزييم بقى والجرنشة دي بقى حسب الزوء لما باجي اعمل حاجة اه طبعا اه الزوء بتاعي هو اللي بيفرض نفسي فانا معرفش ان انا هستخدم ايه بصراحة بس انا كنت ايه عرضة معاكم اه اه اللي هي الشوكولاة اللي هي البني والشوكولاة البيضة اه والكمان المربة مربة الفراولة بجانب بقى الفراولة والكيوي والا كريم شانتي طبعا انا هنا عملت الكريم شانتي ومجاهزة زي ما انتو شايفين لو حابين تعرفوا طريقة الكريم شانتي ويطلع ازاي ناجح زي ما انتو شايفين كده اه اكتبوا لي في التعليقات وانا يعني هنزل فيديو عن الكريم شانتي هنا انا جبت البولة بتاعت الكريم شانتي حطيت اه زي ما علاقة كده على على الطبق الدوار هجيب بقى الملفة هقصه بس عشان طبعا هو بيكون رائق جدا فما ينفعش ان انا اشد الكيس بتاعته الكيس بتاعه يعني واقطعه فممكن هربد معي الملفية اه انا هنا خلاص جبت الملفية قصيته اه المفروض بقى ان انتو هتنفضي الطبقة اللي هي اللي فوق اللي هي بتكون ايه اه اه واقعة كده يعني جبتوا بقى كده هوا تحطيت الكريم شانتي بدأت ان انا اجلس طبقة الاولى زي ما انتو شايفين حب ان انت تحشي اه فوق الكريم شانتي ده هات مكسرات اه او فواكه او اه تحطي طبقة اللي هي شوكولات بني طبعا احنا قلنا بقى الجرنشة حسب الزوء انا اكتفيت بالكريم شانتي كتبقة كتجليس وطبقة داخلية اه كده حطيت اللي هي الطبقة التانية ودي بقى الطبقة الاخيرة التالتة اهم حاجة تكون ايه مساوية الطبقات فوق بعضها باخد كمية الكريم شانتي اهوه بجلسه كويس جدا هنا بقى الملفيه بتاع الطبقة اللي فوق مش مزبوطة فبعدلها يعني اهم حاجة ايه تكون مساوية كويس جدا بجلس بقى من الجناب ومن فوق ومن تحت زي ما انتو شايفين انا كده طبعا ايه اه حشيت من الداخل اه حبه برضو لو انت اه عندك مكسرات فول سوداني ممكن اه تكون اه مثلا اه وتحطيه من الداخل كحشو برضو داخلي هيبقى حلو برضو جدا فوق الكريم شانتي يعني كحشوة لو ما فيش فاكهة او لو انت مش اه لو انت حب يعني اضيفي حشو داخلي انا هنا جبت بتاعتي وعملة ايه اجلس فيها بقى كويس عشان تبقى ايه اه نعمة ومتساوية الجزء اللي هو بيبقى فاضي بحاول ان انا اه ام لا يعني الفراغات دي بحاول ان انا اكسيها بكون حطى جنبي اه طبق كده او بولة فيها مية اه مية دافية كده اه وبولة طبعا با اللي هي بتاعة الكريم شانتي بحس ان انا ايه الزيادات بدخلها فيها وفي نفس الوقت بروح اه قابل الاسكليبر بتاعتي بالمية زي ما انتوا شايفين كده عشان المية بتساوي معايا التورطية بطريقة سهلة جدا بتسهل علاية التجليز بمعنى صح هنا هي بدأت بقى تبقى جهزة هجلس برضو الجزء دوت اي فراغات عندك امديها وحشيا مفيش اي مشكلة انا هنا بقى هبدأ اخطط للرسمة بتاعتي اللي انا محتاجاها انا هنا اعملها آآ تورتة ملفية بس هعملها ايه على هيئة اللي احنا نجيبها من من افخم المحلات يعني هنا بقى انا بحدد اربع مربعات زي ما انتوا شايفين لو انت حابة تعملها مسلسات اعميها بس اهم حاجة تعلميها بالاسكليبر او او اي حاجة حتى لو ما استرى آآ علمي اللي هي الرسمة بتاعتك ارسميها بمعنى اصح آآ على الكريم شانتي اللي هو المتجلس بيه التورطية عشان تعرفي انت هتنظمي حاجتك ازاي وهتعرفي آآ تجرنشيها ازاي بمعنى اصح انا هنا جهزت آآ الفراولة بتاعتي عملتها الاشكال البسيطة ديت بتبقى اشكال جميلة جدا في التورطية يعني بصراحة الان بتتغزة وبتتجمل فيها بتتمنى كده انت تكليها من الشكل الجمالي بتاع الفاكهة نفسه ورسمتها هنا عملت المربع الاوليني دوت باجي بقى اقصاده في المربع الاقصاده بالزبط اروح ايه عاملة نفس الرسمة اللي انا عملتها في المربع الاوليني هنا طبعا في غلطة المفروض ان انا اه محطش الفراولة بتاعتي اول شكل احطه على الحرف كده لان هحط كريم شانتي فين يعني انا المفروض ان انا آآ هعمل القرطاز بتاعي هنزل روزلتات بتاعتي على الحرف طبعا هنا مفيش مكان فده بصراحة ده كان غباء يعني وللاسف يعني كانت غلطة المفروض ان انا برجعها الوراء عشان الحرف يبقى في مكان ان انا حط الرزلتات بتاعتي وبقى ايه اعرف ان انا نرسمها كويس يعني اه هنا بقى انا ايه هحط الفراولاية بقيت مش عارف احطها فين قلت لأ المكان اللي هو المفرغ في النص دوت ممكن استغله هيدي منظر اشرك وفعلا بصراحة كانت شكلها جميل جدا آآ للاسف الكاميرا ما كانتش جابك جزء اللي وراء مش عارفة ايه السبب يعني انا هنا بقى كنت مجهزة المربع بتاعتي حطيت في المربع اللي هو الاولاني وبعد كده قلت لأسف فيها المقطع ما جاش آآ بعد كده حطيت بقى في المربع التاني اهو زي ما انتم شايفين برضو كمية المربع دي كتيرة جدا بصراحة كان المفروض احط نصها يعني انت عشان لو حابة تعملها ما تكتريش كمية المربع بصراحة كان طعمها جميل جدا آآ فيه برضو غلطات طبعا ديفوهات كده حصلت في التورطاية آآ الكريم شانتي باينهو في المربع آآ ماينفعش ان انا هقدمها كده او مثلا لو انا هعملها بقى لضيف ولا حاجة آآ قصدي لضيف مثلا او مثلا لو انا هاخدها آآ كزيارة لحد وكده مناسبة حلوة ماينفعش ان انا وديها بالمنظر دوت فطب ايه الحل هعمل ايه مفيش اي مشكلة هجيب المعلقة آآ مرات مربع ورح حطاها فوق المربع اللي هي بقى شكلها آآ ملطاشة يعني بالكريم شانتي بمعنى اصح هضيفها عليها هتداري المنظر وهتداري ديفوهات دي بمعنى اصح يعني انا هنا بقى جبت الارتاز بتاع الحلواني آآ اللي هي الاكياس اللي هي الحلواني اللي هي الاستعمال مرة واحدة حطيت فيه بقى الكريم شانتي زي ما انتم شايفين آآ البلبلات صراحة مش عارفة انا او مرة استخدم اللي هي البلبلة ديت مش عاملة لشكل غيرتها وحطيت واحدة تانية مش عاملة شكل غيرت حوالي تلاتة او اربعة لقياهم مش عاملين شكل ايه السبب مش فاهمة بصراحة ندمت ان انا يعني ما استعملتش اللي هم القدام فالمهم قد انا مش افعل يعني بصراحة يعني كانت حلوة آآ هنا بقى انا هبدأ بقى امشي كده دوران ندير ندير معنا اصح يعني زي ما انتم شايفين هكسي كل المربعات ديت المربع دوت هكسيه مربع الطول طب معنا اصح هبدأ بقى من النص برضو احدد بين كل مربع والتاني بحيث ان هو يدي منظر جمالي وشكل حلو جدا شيك آآ وفي نفس الوقت ايه آآ اكيد هيطعم اكتر اهو انا ازاي ما انتم شايفين كده المفروض ان انا برضو لما اجي اعملها الروزيتات بيبقوا لازقين في بعض مش يكون في آآ آآ مفرغ فهده برضو كان عيب ديفوهات كتف الترطة هي صراحة هتلاقي فيها ديفوهات كتير يعني لو انت ركستي ان هي الروزيتات مش جنب التانية هنا بقى انا كنت عاملة فراولاية كنت مقطعها لهيئة وردة كده وردة حمرة جميلة شكلها حلو جدا بصراحة تحفة بعتزر طبعا عشان ايدي انا غسلت ايدي يجي مليون مرة بصراحة في الفيديو دوت كل شوية تلتاش كريم شنطي واروح اخسلت تلتاش كريم شنطي واروح القى يعني غسلتها كتير بصراحة هنا بقى بزبط يعني لو في مربة مثلا وقعت ولا حاجة على الجنب طبعا بشيلها المهم حاول ان انت تطلعيها بشكل جميل حلو جدا ودي بصراحة كانت تجربة اولى ليا بالنسبة لطورتة الملفية في حاجة كمان بالنسبة لطورتة الملفية طبعا شايفين مثلا هي ايه جافة طبعا هتكليها ازاي هتكون ما ارمشها لأ انت ايه ان مفروض ان انت لو هتكليها اا بعد ساعتين مثلا اا الطبعة الاولى انت حطيت الطبعة الاولى هتراشراشيها بايه بشرباط خفيف كده مخفف وبعقاد تحطي طبقة الكريم شنطي لو انت هتكليها على طول لكن لو انت هتسيها مثلا اا مش هتكليها على طول مثلا اا عشان تبقى طرية لازم تقعد يوم كامل اربعة وعشرين ساعة بحس ان هي تطرى وتديكي طعم حلو جدا وتديكي طراوة مفيش احسن من كده لكن ان انت تعمليها وتكليها في نفس الوقت لأ ما تنفعش لان انت زي ما اتشايفين الملفية يابس يعني ناشف شوية هو او زي الفطير اللي هي الناشف هو يعني هي رأيه جدا بس برضو هتقرمش احنا عايزين هتقرمش سنة بسيطة يعني تقرمش حاجة بسطة جدا بحس انت تحسي بالطعم لكنها تكون ناشفة لأ مش هينفع فهي المفروض اصولها ان انت بتقعديها اربعة وعشرين ساعة اه يعني تعمليها ناردة وتكليها بكرا ان شاء الله اما لو هتكليها بقى سريعا فهتروحي عامل ايه هتجيب الشربات بتاعك وتسقي طبقة طبقة من الملفية يعني اه اللي هي طبعا الملفية يعني اما تكون مدورة او مربعة تجيبي بقى الدوران بتاعك اه تحطي لها تسقيها بالشربات او السيرب اللي انت عايزة اه فراولة بقى انا ناس اللي انت عايزة بعد كده بقى تروح ايه اه حطاها اه فوق بعض طبقات ممكن تكليها بقى في الحالة دا بعد ست ساعات تقريبا اه لكن بقى يعني زي ما قلنا كده هتكليها ناشفة لأ يبقى تقعد ان شاء الله يوم كامل اه هنا طبعا انا بقى جرنشتها وخلصتها وكده اه هنا بجيب الملمع بتاع الفكهة بتاعي عشان ألمع الفكهة زي ما انت شايفين محلات لما بتيجي تجيب الترطاية بتاعتك اه بتلاقي الفكهة اه فيها طبقة فيها طبقة لميع كده طبقة طبقة ملمع وتلاقي شكلها جميل جدا وبيجزب بصراحة الواحد الطبقة دي تسمها ملمع فكهة لان انت لو ما حطتهاش الفكهة بتاعتك هتتبل وتبوز وممكن تحمض يعني لقدر الله فهي الطبقة دي بتعزز الطعم اولا بتكون طعمها زي الشرباط في نفس الوقت بتكون شكلها شفاف اه بتلمع الفكهة بتخليها شكلها جميل جدا وشيك كانت جايبها من احسن محل وافخم محل اه في ملمع اللي هو على البارد دا اللي هو ايه سريع الاستخدام اللي انت بتغديه وتروح ايه اه ضيفاء على طول على تلمع بيل فكهة على طول اما في ملمع تاني اللي هو بقى دوت المتعب شوية اللي هو لازم تعرضيه لحمام دافي حمام ماء دافي اه عشان يفك بيقعد كسير جدا بصراحة ومتعب يعني اه انا بصراحة ما كاتش عندي الملمع اللي هو الجاهز دوت اللي هو على البارد فملقتش عند الراجل غير دوت فاتريدت ان انا جيبه للأسف يعني اه ويعني قدر ما شاء فعل بس بصراحة يعني عزبني عبال ما فك بس الحمد لله نتيجة حلوة وانقراضي عنها يعني الحمد لله دا طبعا بقى الفينيش الاخير بتاع الترطاية بتاعتنا ترطاية اه الملفيل زي ما انتوا شايفين اه طبعا كمان الوردية اللي هي الحلوة ديت انا كنت حابة ان انا احط لها ورق اه شجر اخضر طبعا ما كانش عندي والكريم شانطي لأسف كنت عاملان لون واحد اه فما كنتش محتاجة ان انا احط يعني لون تاني اه فعملت ايه جبت اللي هو الكيوي وروحت مقطع على هيئة اه ورقة شجر وروحت عاملها بقى ايه اه للوردية عشان تديها شكل جمالي حلو جدا زي ما انتوا شايفين وده كان الفيديو بتاعنا اتمنى ان هو يعجبكم وينور رضاكم ده بقى الفينيش زي ما انتوا شايفين اه اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته